سريعاً واحد من كبات النادي الأقلي كابتننا كابتن شام محمد لو بقولك ألف سلامة يمكن مش محظوظ شوية كابتن شام ان انت تكون متواجد في المبران النائية لكن شاء الله ترفع الكاس مع اللعيبة طب من الأول على الإصابة بتشوف الخلفية ايه نظامها ايه اللي حصل ان شافك النهاردة مشاركت في المران خالص كابتن شام لا يمكن زي ما انت بتقول كريم هو من يومين في التمرين حصيت بشد في الخلفية ويمكن ليش عثبتت ان هو شد غريباً من الدرجة التانية ويحتاج يعني من أسبوع لعشر تيام يعني بحاول بحاول اشتغل تبقى لي ثلاث تيام بشتغل العلاقة طبيعي كويس وان شاء الله يبقى ليه نصيب بإذن الله في ماتش العودة وابقى موجود مع زماني وقدر ان شاء الله أسعيدهم بإذن الله ان شاء الله بتشوف المباراة الولايزها كابتن شام حضور الجماهير الكبير اللي ممكن أمال كبيرة جداً على جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة لكن مدعى التركيز انت من كبات الفرية النادي الأهلي ان ايه لحالة التركيز لعيمة مركزة ازاي وحطين هدف ايه قدامهم كابتن شام هو طبعاً الهدف واضح يعني ان شاء الله كلنا بنحلم بان احنا نرفع كاس البطولة وتعبنا قوي في البطولة دي واحنا اكتر فرقة فعلاً تعبت واكتر فرقة سفرت سفريات متعبة وضحينا كتير والدافع كبيرة بالنسبة لنا وربنا كرمنا للخطوة الأخيرة ان شاء الله حلفنا التوفيق ويبقى الكاس من نصيبنا بإذن الله وبكرا ان شاء الله جمهورنا يدع معنا محتاجينه جداً والفترة فاتت كان نفسنا يبقى معنا على طول فبكرا ان شاء الله بإذن الله سعدونا بقوة وسعدوا اللعيبة وان شاء الله بإذن الله اللعيبة تبقى موفقة كلناس مركزة وكلناس بتعمل عليها وكلناس بتعمل احسن حاجة عندها لنزا بقول لك ايه فرصة بالنسبة لنا كبيرة وحلم الجمهور النادي الأهلي واللعيبة والمجلس الأدارة بقى لنا فترة مفزناش بالبطولة والسان اللي فايت بردو سننا الفاينال ومحلفناش الحز ان شاء الله بإذن الله بكرا تبقى خطوة وإيسا بإذن الله ان احنا نبقى مستريحين موتش هناك وان شاء الله بطولة تبقى منصبنا بإذن الله على ذكر الجمهور النادي الأهلي في الحصول على التذاكر وبالفعل يمكن التذاكر انتهى ده يدل ان الاستاد يكون مليان اه 60 ألف لكن 60 ألف ان شاء الله يكونوا بمعامة 200 ألف بتشوف حدور الجميل المكسف لان اول مرة من فترة كبيرة جدا كابتن شام يكون في العدد ده اكيد ده اكيد طبعا الجمهور زي بقول لك هو جمهورنا دايما في ظهرنا ودايما معنا ودايما مساندنا وهو هو اللعيب الأساسي هو اللعيب رقم واحد فان شاء الله بإذن الله بكرة مستنينهم كلهم وان شاء الله يبقوا مليین الملعب وان شاء الله بإذن الله يساعدونها بشكل كبير جدا ويبقوا ان شاء الله دفعة قوية جدا لينا واللعيب ان شاء الله تبقى مركزة وناخد الجمهور دذافع لنا زي معاودونا طول المشاكل اللي كنا بنلعبا هومو موجودين وان شاء الله بكرة بإذن الله مفرحوا البته مدشي كويس وندقيقا كويسا ان شاء الله تأثيره وهمة جدا يمكن سألت كابتن يوسف على حضور كابتن محمود الخطيبة والمسندل دائما المعتادة مع فريق النادي الأهلي يمكن هو كان جهاز فني رد عليك العيب ينعكس عليكم ازاي وماذا تأثيره والكلمات اللي ممكن يقولها أولا لكم ايه كابتن محمود يا كابتن شيء طبعا يعني بنقوله من خلال القناة النادي عليه كل السنة وحرك طيب ودايما العمر كل رب كده بصحة كويسة وشرف لنا يعني لما بتشوف رمز من رموز موجود وبيأزرنا ومن أول لما جدنا معسكر وموجود معنا وكلنا عارفين طبعا الحالة الصحية بنسبة كابتن خطيبة عامنا ازاي فشرف كبير يعني شرف كبير جدا ومسؤولية كبيرة تدفعنا ان شاء الله بإذن الله نحن بكرة نهديل الفوز بإذن الله والبطولة ان شاء الله نهديله بإذن الله ونجمور النادي الأهلي بإذن الله